السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ومصلى على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة من قناة اصرار زراعة في المشاتل هنقدم لكم نبزة مختصرة عن نبات القرنفل او القرنفل البلدي او القرنفل الامريكي. اهم حاجة يا جماعة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز علشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة يا جماعة نبات القرنفل ده من النباتات المزهرة على مدار العام وفي انحاء العالم. وازهاره من بين اهم ازهار القطف الاقتصادية المشهورة. حيث يزرع على مساحات واسعة وضمن البيوت الزجاجية الكبيرة كما يزرع ضمن الاحواض وفي الحضائق العامة والخاصة. وعلى جوانب الطرق كما تزرع في الاحواض لزينة شرفات المنازل كما تتميز بعض ازهاره برقاحتها اللطيفة والوانه المتعددة. وزي ما احنا شايفين يا جماعة في الصورة كده اللون الابيض معانا اللون الابيض وفي معانا اللون الوردي واللون الاحمر واللون البنبة. كل الالوان دي يا جماعة من اهم واجمل انواع والوان القرنفل الجميل. احنا البلدي او الامريكي. وهذا النبات يا جماعة او هذا النوع من انواع النباتات يضم حوالي تلتموت نوع من انواع القرنفل حول حول العالم. ومنه الحولي والشتفي عفوا والشتوي والصيفي حول العالم. وينتشر بكسافة في اوروبا واسيا وافريقيا مش في كل افريقيا في اماكن او اماكن لا. اما عن الموطن الاصلي. فالقرنفل البلدي يا جماعة او القرنفل الامريكي ده وجد بحالة برية في حوض البحر المتوسط من فرنسا وحتى اليونان. وفي مناطق اخرى من اسيا حيث من اسيا واليابان. اما عن انواع القرنفل فهو اه من انواع اه الاورنفل الجميلة اه بينقسم الى نوعين. اه النوع الاول اه نوع الاورنفل البلدي المفرد. ويتميز هذا النوع بصغر نباته وازهاره الصغيرة. قليلة البتلات وبرائحة عطرية قوية جدا. اما هناك نوع اخر اه ميجويز وهو النوع الامريكي. فالنوع الامريكي ده يا جماعة هو اه نبات اقتصادي. اه من النباتات الذي اه او الذي يزرع للحصول على ازهاره للقاطف تميز بازهار كبيرة وبتلات كبيرة ورائحة نفاذة قوية جدا ايضا. اما عن الاهمية الاقتصادية يعتبر من النباتات زادة الطربة الخاصة. الهم اقتصاديا. حيث يزرع على مساحات واسعة. ويعتبر اه هذا النبات معمر جدا لعدة سنوات. وله فوائد عديدة جدا. اه يعني بيخش اه في الاكل وبيخش في الادوية وبيخش في مستحترد التجميل. لا اوله فوائد جديرة جدا 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 يا جماعة. اه اما عن كيفية الاكسار فهو بيتقاصر عن طريق العقل وعن طريق البزور. عن طريق البزور ده جماعة بنجمع البزور الناديجة بعد اكتمال بعد التفتح الازهار واكتمال الدورة الحياتية تحته. اه في النهاية بيغلق اه الظهرة تحته دي على اه بعض البزور الصغيرة. بنجمعها اه بعناية. وبعد كده بنجيب قصيص وطربة خفيفة او طربة طينية على طربة رملية او طربة رملية اهم حاجة. على حسب الطربة الموجودة عندنا هو بتزرع في جماعة الطربة. بسم الله ما شاء الله من النباتات الجاملة وسهلة الاكسار. بعد كده بنزرع البزور بشكل اه مناسب. بنغطي الطربة. اه بنغطي البزور بتربة خفيفة. اه يعني حاجة بسيطة يعني اقل من ربع سنتي او نص سنتي فوق البزرة. وبعد كده بيتم عملية الراي. وبيترك في مكان اه شبه زليل. يعني ظل على شمس. وبيترك لمدة اه لا تقل عن اسبوع. في مكان جيد التهوية. بعد كده بيبدأ عملية اه انبات البزور. بعد كده بيبدأ اه بالرشرش السطح الطربة بتاعتنا بمياه خفيفة. على اساس ان البزرة بيكون لعانا لسه ما اه مكتملتش النمو علشان ما تعفنش او ما تبص مننا. فاحنا بندي لها المياه الخفيفة دي. على اساس ان هي تبدأ اه تنبت معانا وبعد كده بيبدأ اه شتل البزور او شتل النبات اللي طلعوا معانا بنبدأ نشتله واحدة واحدة. اما عن كيفية الاكثار بالعقل. فكيفية الاكثار بالعقل دي يا جماعة اه سهلة جدا بناخذ اه عقلة وبعد كده بنبدأ اه نزراحها برضو في تربة طينية بتربة رملية ونسقيها ونحطها برضو في مكان شبه زليل وابعد كده بيتم بخروج البرعم والجدوه. اما عن طريق الري فبنعطي مياه الري بالحدود المناسبة للنبات بحيث لا تزيد ولا تقل عن حاجتها. لانها في كلتا الحالتين يكون التأثير سلبيا على النبات. ففي حالة زيادة المياه نلاحظ استقصال السلاميات وضعف المجموعة الجزري بالاضافة الى الامراض الفطرية والتعفن الجزعي. ينقسم الورنف الامريكي من حيث شكل ازهاره الى مجموعة تتميز بانفجار كيس الظهرة ومجموعة اخرى تتميز بسلامة كيس الظهرة. فهناك صنف زات اللون وهناك صنف زات اللونين او سلاسة الوان وصنف زات بطلات خاصة. وده كل المعلومات شكرا